ما هو مصدر الأحلام وهل نصدق كل ما نراه في الأحلام وهل الأحلام لها تأثير على حياتنا وإلى من نلجأ في تفسير الأحلام ده سؤال مركب عايز أقول حاجة بس في الأول قبل ما أتكلم على الأحلام ودي قلتها لكم لما خدنا سفر الرؤية فيه فرق بين الحلم والرؤية صح؟ الحلم أثناء النوم والرؤية يبقى الإنسان ما بين النوم والصحيان زي رؤية يوحنا اللاهوتي ما كانش حلم لا ده رؤية طويلة وفيها أحداث ده يوحنا في بطمس شاف سبع رؤية متصلة سبع رؤية الرؤية الأولى كانت بتحكيله حال الكنيسة وهي على الأرض الرؤية السبع حال الكنيسة في السماء ما بين الرؤية الأولى والرؤية السبعة أحداث تتوالى وتتوازى خلي بالكم الكلمتين دول تتوالى يعني وراء بعضها تتوازى يعني قريبة من بعضها يعني أما ربنا يكون عايز يأكد معلومة بيقرر الرؤية في منظر تاني وتالت وهكذا تحكي هذه الرؤية أحداث الكنيسة التي تمر عليها الكنيسة منذ نشأتها في القرن الأول إلى نهايتها في السماء أما الحلم أنت نايم الأحلام طبعا أنواع ممكن أحلام من الله أحلام من الشيطان ممكن أحلام من عقل الباطن أحلام من الله وده الكتاب المقدس اتكلم عنه يقول كده أبونا إبراهيم فاكرين لما حدث مجاعة وذهب ارتاح لإبراهيم لبلد فيها الملك بتاحها اسمه أبي مالك قال لصر مراته هذا المعروف تعمليه فيها أنت جميلة جدا فلما نروح أي مكان قولي أنك أختي طبعا كانت يعني ضعفة يعني فأبي مالك شاف صرة وعجبته هيتجوزها طب وربنا بقى يعني طب وربنا ناوي ناوي من صرة يبقى لها نسل يتبارك فيه جميع الأمم ومن صرة هيبقى إصحاق اللي من نسله هيتجسد المسيح مش كده هالربنا يسمح أن أبي مالك الوسني يتزوج صرة أم كلم أبي مالك في حلم ظهر له في حلم وقال له ها أنت ميت بسبب هذه المرأة إيه يكتم الساعة يبقى ده حلم أخدم بالكم لكن حلم منين من عند ربنا طب ونروح بعيد لي ما يوسف الصديق شاف حلم وتكرر في شكل تاني وشاف حلم أنه في حقل قمح وبعدين بيحزمه القمح وبعدين فيه حداشر حزمة والحزمة بتاعته الكبيرة والحداشر حزمة بيسجده للحزمة بتاعته وكان أبوه بيفصر له الحلم بعد كده فصره له يعني وبعدين حلم تاني يوسف برضو يحلم أن الشمس والأمر بيسجدوله وأبوه قال له يا ابني داري ما تحكيش لإخواتك لكن على كل حال إخواته عرفوا الأحلام وطبعا حسدوه ورتبوا ليه إزاي أنه يرموه في البير وبعدين يعني صعب عليهم شوية ورحوا بعقول الإسماعيليين بسبب حتى لما يوسف رح يفتقد سلامة إخواته رح يودي لهم أكل وشرب قاله هو إذا صاحب الأحلام خادم يبقى الأحلام دي منين من عند رب ولما القصة اللي انتوا عارفينها يوسف اتهم ظلما وتحط في السجن كان معاه من المساكين اتنين رئيس السعاء ورئيس الخبازين وكل واحد فيهم حلم حلم رئيس الخبازين قال له أنا حلمت حلم أن أنا شايل مشانة عايش على رأسي وبعدين العيش على رأسي وبتيجي تيوري السماء تاخد العيش وتخطفه من رأسي وتكرر الحلم ثلاث مرات فيوسف فصل له الحلم قال له أنت بعد ثلاثة أيام فرعون هيستدعيك ويحكمك وهتموت بعد ثلاثة أيام رئيس السعاء حلم 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 أنه ماسك الكاس يعني كان بيسقي فرعون رئيس السقاء هو اللي يسقي فرعون يعني لو كان يشرب مية أو يشرب من شريب من الماء اللي هي لازم رئيس السقاء هو اللي يقدم له المية يقدم له الكاس ويشرب منه هو الأول عشان ما يكونش فيه مادة سامة قد نبالكم فقال له أنا حلمت أن أنا رجعت عند فرعون ومسك الكاس وبسقي فرعون واتكرر الحلم ده ثلاث مرات قال له يبقى أنت بعد ثلاثة أيام فرعون هيحكمك ويرجعك تاني لمركزك له ده حلمه برضو يبقى دي كلها احلام دي كلها احلام وبعدين لما فرعون حلم حلم السبع بخرات السمان والسبع بخرات النحاف وجاب العرفين والكلدانيين يفسروا له محدش عارف يفسر الحلم فرئيس السقاء افتكر قال له يا جلالة الملك قال له نعم قال له أنا بفتكر خطيتي أما كنت أنا في السجن كان فيه شاب عبراني فصر لي الحلم وطلع التفسير مظبوط نجيبه قال له هاتو فجاب يوسف قال له ايه حكاية السبع بقرات السمان والسبع النحاف فصر له الحلم قال له هيبقى فيه سند سبع سنين شبع وخيرات وفيرة جدا بعدهم بعدهم يبقى فيه سبع سنين جوع قال له تم الحل ايه قال له الحل انك تجيبه واحد يعني وزير تموين رئيس وزراء يكون حكيم وهو يدبر الأمور في سبع سنين الشبع وبعدين يقتصد لسبع سنين الجوع قال له مش هلا أحكام منك دي كلها أحلام منين أحلام من الله وليها مغزة وليها هدف تبدأ عهد قديم في العهد الجديد حد حلم حلم الملكة ظهر ليوسف أولا ظهر له قال له لا تخشى أن تأخذ مريم امرأة لك لأن الذي حبل بيها هو من الروح الخدس لأن كانت مريم مخطوبة ليوسف يوسف راجل شيخ وما لم يلمسها فطبعا خاف ربنا خاف على مريم أنها تتهم ظلم كيف تحمل فظهر الملك ليوسف وقال له وبعد الميلاد الملك ظهر ليوسف وقال له خذ الصبي وأمه وإهرب إلى مصر لأن هيروديس يريد أن يقتل الطفل ولما جاء مصر قعد سنتين وشوية تقريبا أو ما يقرب من ثلاث سنين ظهر الملك تاني ليوسف قال له خم وخذ الصبي وأمه وإرجع إلى فلسطين إلى الناصرة الجليل لأنه مات الذي يطلب الطفل دي كلها أحلام منين أحلام من ربنا طيب طيب في أحلام تانية في العهد الجديد المجوس ظهر ليهم الملك في حلم وقال لهم كده طبعا هم شفوا النجم الأول وراحوا لبيت هيروديس وهيروديس كذب عليهم وقال لهم روحوا يبحثوا بالتدقيق عن النصبي ومتى وجدتموه تعالوا قلولي أنا هجهة أسجد ليه فالملك ظهر للمجوس وقال لهم أن يرجعوا من طريق أخرى عشان يغيروا الطريق بتاعهم علشان هيروديس كان عامل يعني حيلة علشان يقتل الطفل يسوع طيب في أثناء محاكمة السيد المسيح مرات بيلاطس قالت له إياك وزاك البار لأني تألمت في حلم من أجله يبقى ده حلم منين أحلام من ربنا ففي أحلام من ربنا ويبقى لها أهداف في أحلام من الشيطان في أحلام من الشيطان تعرفين عدو الخير ممكن يحاربنا وإحنا صحيين ولو ما قدرش علينا يحاربنا وإحنا نايمين يجيب لنا أحلام وحشة أحلام دانسة أحلام غيز ما بتسمعهش عن الكوابيس واحد يقول لك جاله كابوس فهذا حلم من الشيطان أحلام من الشيطان ممكن يعني لو قرأته كتاب بستان الرهبان تلاقيه مليان قصص عن الأحلام مرة الشيطان جاء بشكل ملك لواحد من الأباء الرهبان القديسين قال له أنا الملك ميخايل أرسلته إليك قال له ليه أنا قال له الظاهرناك غلطت في العنوان أنا من اللي يجيني الملك أنا احترق الشيطان جاء مرة الشيطان بردو لأحد الأباء الرهبان كان لسه حديث الرهبان وبعدين بقى يبعط له زوار مرة الشيطان بممكن يتكلم في دماغة الناس فالراهب الحديث ده ابتدى يعني المجد الباطل ويتغرف نفسه فضل وراه 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 كده لغاية لما قال له قلتلكوا القصة دي قال له بص احنا ربنا هيبعطنا ليك بكرة بالليل وناخدك في مركبة نارية زي إيه ليا فطبعا ما حكاش لأب باعترافه المهم جاء يوم الحد بقى راح يسلم على الأباء الرهبان نشوفه الشوكو بخير نشوفه الشوكو بخير قال له نشوفه الشوكو بخير قال له نعم ليه نزل العالم ولا ايه قال له لا قال له ما رايح فين قال له نطلع فوق قال له طلع فوق ازاي قال له ما ربنا بعط لي الملاك وهيبعط لي مركبة نورانية النهاردة بالليل وهياخدوني للسام قال له بجاد قال له طب استنى خدني معاك ما رضيش يسيبه لغاية لما راح معاه القلاية وبات معاه يصهر صهرا بالليل يصلي مش حايز يسيبه قال الشيطان هيعمل فيه وقيعة وبعدين بعد منتصف الليل كده والدنيا سكون في الدير لقى كده حاجة مؤلعة كده نزلة من فوق اهو يا ابي اهو يا ابي المركبة النارية جاي فالأب الرهب مسك ابنه كده وعبط فيه كده مش حايز يسيبه فالشيطان حاب يشده من ابوه راح شدد القلونسوة بتاعته وطلع بها ايه فوق وبعد شوية لقى القلونسوة نزلة محروقة مولعة ومدخنة قال لي شوف كده تبقى زي القلونسوة دي يبقى دي احلام منين من الشيطان او واحد من غزم التاني وعنده حقد وحقد ما لقلبه يحلم انه قتل فلان او اعفل مثلا من فوق عمارة او رماه في النيل او كده كلها دي احلام من الشيطان فيه احلام تالتة بقى من العقل الباطن من العقل الباطن عارفين المسألة اللي بيقول الجعان يحلم بسوق العيش من اللي انت بتفكر فيه بيجي لك الحلم واخدين بالكم ده بنسميه من العقل الباطن على اي الاحوال يعني الاباء بنصحونا لا نمشي وراء الاحلام بس الحلم اللي مرى بنا بيبقى له يعني يعني ليه زواهر ليه بتحس فيه بسلام مرة ملك زهر برضو احد الرهبان قال له انا الملك غبريال قال له مال فين الصليب ما انتش ماسكي الصليب ليه فاحترق الشيطان فعايز اقول ايه احلام الله بتبقى واضحة ويبقى فيها سلام ويبقى ليها رسائل معينة على اي الاحوال بلاش نمشي وراء الاحلام بس ممكن نبقى نحكي الحلم لأب الاعتراف يفضل يعني يتحكي الحلم باختصار لأب الاعتراف طبعا كاهن بياخد الروح القدس مش كده نفقة الروح القدس فالروح القدس ده روح افراز وروح تمييز وروح استنارة وروح الحكمة روح المشهورة والفعل مش كده فبرضو أب الاعتراف يقدر يرشدك أس يفضل لأنا سير وراء الاحلام